ايجابية بالحق ايجابية الشخص والشخصية ويتجاوز حدود اللعب يولي حتى في الواقع يتصور روحه هكا الشخصية هذيك يخلط تصيره حالة متاع التحام او حالة متاع يدخل بعض اي اي لكن كما قلت لك في الاكترو ستوديو يخلطه اللي بالحق الجانب بما يسمى بالمعايشة جانب معناها اللي يوليها الشخصية يكونها الى حد ابعد ما يكون اللي يخلي اقوى ممثلين كبار بالحق في الاكترو ستوديو بعد ما يكملوا الدور متاحهم بطبيعة الدور كي نحكوا على الدور هو عبر الشخصية كي يكمل يخدم على الشخصية متاعه يلتجوا الى اخصائيين نفسين هين يمشيوا اللي دي بسيكولوج يعمل حصصه كل واحد عنده البسيكولوجة متاعه يمشي لو يعد مع حصص باش يغادر الشخصية يعني الممثل يصير له اشكال من نوع هيدا لازموا يمشي الاخصائي نفسي يعني اليوم قصائي لازموا يمشي لاخصائي نفسي باش يخلي الشخصية تخرج منه شخصية ربيع يلزموا يستوعب لكن الممثل الرغو يجب أن يكون له من الوعي في التمكن من الفصل بين الشخص والشخصية خاتر زادة من له الحكاية تظهر لعبة لكن اللعبة قد تتطور تولي مخترة على الممثل خاتر كي يخلط يولي يتقمص الشخصيات ومش حتى يتقمصهم يكونهم يولي ويمكن يرجعوا عليه بالمذرة معناه يلزموا يخلط يفصل بين الشخص كيفش ينجم يخلط يفصل بين الشخصية وبين الواقع وعي وعي كبير يعني اللي خاتر يلزم مثلا كما حكيت لك هو الفيلسوف دينيس ديدرو الحكاية في باردوكسي الكوميديان يحكي على ضرورة الفصل بين الشخص والشخصية وعلى الممثل أن يحسن أو يتقن وضع نقطة ينطلق منه يضع فصل يدخل للشخصية ويعود إلى تلك النقطة ليعود إلى الشخص وبعد الخطر ستانيزلفسكي يخدم برشا على التماهي اللي التماهي يولي يذر الممثل أحيانا كونك التماهي المطلق المشط إنما كمبعد في المدرسة الواقعية مع بيرتولد برشت احكي على ضرورة أخذ المسافة من الشخصية احكي على الشخص والشخصية إذا نرجع للمفهوم اللي احكي فيه دينيس ديدرو يعني يلزم يفصل وأحيانا ما أحواجنا الكون نشوفه الشخص وبعد نشوفه الشخصية بش يظهر الفرق لكن الممثل في كل لحظة يلزم يفرخ يخرج ينظف خطر أنت بش تتعدى تخدم شخصية وبش تمشي تخدم في أثر أخر على شخصية أخر يعني يلزم ترجع لي بما يسمى بالحالة الصفر أو الدرجة الصفر تفسخ تنظف وتعاود تدخل في شخصية أخر كيتفسخ ترجع ترجع للشخص في كل مرة تعاود ترجع للشخص ثم اللي شكونا بقاحيته كيم لا يخدم في شخصية واحدة هي بيد وين يجي مثل يعمل اللي صغير في تونس اللي هي واليستيريوتيت اللي هي صغيرة في تونس هذا خلال فاذح معناها بالرسمي ما يجيش يزم كل مرة يخدم على شخصية جديدة كيفاش الشخصية جديدة بالاشتغال عليه في ثلاث أبعادها بعدها النفسي وبعدها الاجتماعي